ترجمة نانسي قنقر وكله تعمل في الفيوم وكان معظمه في الخليفة الشتاء وبدأ من 2009 فتكلم الخليفة 2009 شتاء 2012 وعملته في الفيوم لأسباب كتير أنا بحب الفيوم جدا وبعدين حاسس كمان الفيوم دي من أجمل المناطق المصري يعني أنا سفر تكتير دي ومصري مجال من الفيوم اللي ليه علاقة خاصة بها جدا وخصوصا كمان أنا ولعيش في كرزة من الوقت في الفيوم فالمناظر دي كلها اللي أنا برسمها هي معلوفة بالنسبة لي أنا طبعا خايف عن الفيوم جدا كطبيعة يعني الطبيعة بتاعتها المخصوص ديت في حاجات كتير متحددة يعني في مشروعات بالفكار وفي مشروعات كتيرة ممكن تبوز شكل الفيوم وعشان كده أنا برسم زي ما يكون برسم آخر المناطق الجميلة ما أنا بتبوز في مصري يعني طبعا أنا المعروضات ديت لانا بعملها أنا بتمنى ان الناس تشوفها وتحس بأن الفيوم جميلة فعلا وتتمنى ان هي تروحها وتتمنى ان هي تشوف المناطق وخصوصا أنا كنت مركز في المعرض دي على فكرة الضوء يعني الضوء في الطبيعة وكنت بحاول ان أنا أرسم الضوء في أوقات مختلفة من النهار بداية الضوء ونحاية الضوء وإزاي الضوء ده بيرسم الطبيعة إزاي الضوء للشمس لما بيجي يبدأ يرسم الحاجات وده كان يعني بيخليني أروح في الأماكن دي في أوقات كتيرة طول اليوم يعني بصحة من فجر يعني وأبدأ أشوف من الشمس وهي بتطلع وعيش براحلة بتاعت الشمس نفسها طبعا المعروضات دي يعني ساعات كنت بتخيل كده إن أنا نفسي أعرضها في الأماكن نفسها يعني بقى اللوحة ووراها المشهد الأصل يعني لكن ساعات برضو لما الحاجات بتتعرض في الجناريات ممكن بتاخد نوع آخر من الحياة بتاحية بطريقة أخرى يبقاش مجرد لانسكيب أو منظر يعني وتخش في إطار تاني يعني بقى اللوحة يعني بقى اللوحة يعني أنا بحس إن أنا وانا بشتغل في أي معرض يعني أي مشهور بشتغل عليه ببقى عيني على المسج اللي هي ممكن اللي أعمال توصلها يعني بتمنى طبعا إن الرسالة توصل للنهاز وبتمنى إن في ناس ممكن تتأثر وتعمل أحسن مني يعني بمعنى إن أنا بفتح أبواب لناس هانية تشوف الطبيعة تشوف الحياة ونرد بنظر الحب بتاع الطبيعة طبعا أنا شايف إن الفنان عليه أدوار كتيرة مهمة لازم يعملها من ضمن الأدوار ديت إنه يحب بالناس في الحياة يعني يديرهم أمل يحسسهم إن الحياة دي فيها دوائن كتير من الشريقة يعني يحبوا الدنيا يعني يشوها يعني يستمتعوا بيها وبحب ومن خلال المعرى دا بالذاتي أنا بحس إن أنا كان يفسحهم للناس في الصفر إن هم يسافروا يشوفوا ويسافروا الجاب يعني يسافروا وهو فتح ينوي ويتأمل الطبيعة المعرى طبعا أنا كنت مخطط إنه هو يتعرض في ينايب وبعدين حصلت الصورة فتأجل وما كملتش كان كنت يعني كنت يعني مفكر إن أنا أكمل الرسم في الموضوع دا ولكن بعد دخلت في الصورة ووقفت المشروع تماما أنا بأعتقد إن الصورة دي ممكن يبقى لها نواحي الجميع كتير جدا على الفن بمعنى إن الفنانين بيبدأوا يحسوا بذاتهم الحين يدينهم في صفق نفروق فنانين نسميهين ويحس إنه هو الثقة ديت لا بد إليه تنعكس على شو فأعتقد لو الناس حصلت الصورة بجد ممكن تنعكس للكس جميلة على الفن بعد كده يعني أنا وأيام دي وأنا بشتغل أنا محتور شوية لأن الحدث بتاع الصورة دا أكبر من تخيلاتي وأكبر من تخيلات ناس كتير كمان فعشان الواحد يعبر عن حاجة كبيرة كده محتاج بقوة ذاتية كبيرة وأنا قوتي موزعة من حدثتين لكن أنا بحاول أرسل بحاول أرسل بمنطق التسجيل يعني بعمل مزيد كده بين إنه عمل تكومنتيشن للأحداث وإن أنا أضيف عليها شوية من عندها فبرسم وصور في نفس الوقت يعني لوعات مزيد من الفتغرافية ومن الرسم وإن أنا عايز أقول كمان إن الواقع الحدث نفسه أقوى من محاولات الفنانية دا يعني هيودينا الفين؟ هتطلع فني شكله إيه؟ إحنا تبدينا لسه ما نعرفش لكن أنا أعتقد إن المعرض بتاع الفيون دا رغم إنه هو مسالم وفيه حالة من حالات الهدوء لكن أعتقد إن دا برضو مهم جدا إن إحنا نشوف جوانب أخرى من الحياة وإن دا دور الفن ترجمة نانسي قرق ترجمة نانسي قريبة ترجمة نانسي قنقر